سعى الخير مرة ثانية اليوم أنا حابة أتكلم عن رائدة من رائدات الأدب العربي اللي يسجل باسمها الشعر الحر وبعض المصادر بصراحة طبعا أولا هي كان عندها رأي خاص بقضية المسائل النسوية والأدب النسوي القضية الثانية أو الجانب الثاني أن هذه الرائدة بعض المصادر غبنت حقها وتكلمت عن رواد الشعر الحر ولم تتكلم عن رائدة الشعر الحر نازك الملائكة شعر عراقية طبعا هي خلينا نقول مارفل تسكرين أنتكم موضحة حاليا نعم ماضحة نازك الملائكة هي واحدة من شاعرات العراقيات الغنيات عن التعريف نازك الملائكة كان لها محاولات في الأربعينيات لابتداء نوع جديد من الشعر هذا النوع الجديد من الشعر هو تأثر بأكثر من قضية أولا قضية الثقافة العالية لنازك الملائكة ثانيا قضية سياسية وثالثا قضية اجتماعية القضية السياسية التي أثرت في نازك الملائكة هي قضية ثورة رشيد علي الجيلاني التي صارت في العراق في ذلك الوقت فجعلت من نازك الملائكة أحدى الأشخاص أو الشاعرات المتأثرات بهذه الثورة نازك الملائكة لها مجموعة من المؤلفات الشعرية منها مجموعة قصصية طبعت في الأخير في مصر بعنوان الشمس التي وراء القمة وأيضا لها مأساة الحياة وأغذية الإنسان وقرارة الموجة وشضايا ورماد وعاشقات الليل وشجرة القمر وأيضا لديها في النقد لديها كتب مهمة منها سيكولوجيا الشعر وأيضا لديها الصومعة والشرفة الحمراء الكتاب الأكثر أهمية في هذا المجال الذي أحب أن أتكلم عنه اليوم هو الكتاب قضايا الشعر المعاصر كتاب قضايا الشعر المعاصر تكلمت فيه عن شعر التفعيلة التي ثارت من خلالها على طبعا الأعمال طبعت في مجلدين فيما بعد هذه الشعر أقتحمت مجال هذا المجال كان حكرا على الرجال في العراق فالصعوبة التي كانت تواجهها نازك الملائكة صعوبتين الصعوبة الأول أنه وسط الثقافي العراقي والشعري بالتحديد وسط متميز يختلف عن باقيات الدول الشيء الثاني هو كثرة العاملين أو الفاعدين الرجال أو شعراء الرجال في هذا الوسط فكانت تواجه الصعوبة مضاعفة كناده رأي طبعا بقضية العدب النسوي كانت ترفض أن طبعا هذا الطرح الذي أنا أتفق معا 100% ترفض أن تصنف أو يصنف ما تكتب بأنه من النوع النسوي لأنه لا يقابله شيء رجولي أو أدب رجولي وأن حكر أو وضع الأدب النسائي أو ما تنتجه النساء بهذه الخانة يعاد نوع من التقليل من أهمية أو قيمة ما تكتب هذه النساء نازك الملائكة كانت ثائرة على المجتمع من العادات والتقاليد والموضوع في شعرها مثل هذا نموذج من القصائد التي هي قالت أو التي هي كتبت تقول إن قيدي عار وجمود انتحار ودمي صامت والتقاطي معطل آهن لو أتحلل من قيودي لكي أتذوق ضوءك وأشارف نوعك إن عطرك أعذب من كل شيء وأجمل طبعا هذه القضية ما كانت فقط في هذه القصيدة وأنها ما كانت في مجموع ما قدمت نازك الملائكة من شعر والدارسين يؤكدون على هذه المسألة نجي إلى أهم نقطة في مسيرة نازك الملائكة الأدبية هي قضية ابتكارها للشعر الحرى أو شعر التفعيلة طبعا باختصار أقول أن شعر التفعيلة لغير المختصين هو شعر يقوم على وزن لكن بدون قافية يختلف عن الشعر العمودي في أن الشعر العمودي يحتوي في الشطر وفي العجز على نفس عدد التفعيلات لكن في الأسطر التي تكتب في الشعر الحر أو شعر التفعيلة هي تحتوي على وزن لكن بدون تساوي عدد التفعيلات في البيت فكل سطر مختلف وهذا اللي نشوفه أيضا من خلال هذا النموذج في العام 47 أو 48 عندما انتشر وهذه القضية الاجتماعية التي تكلمت عنها في البداية عندما انتشر داء الكوليرا في مصر حابت أنها تأثرت طبعا بقضية الموت الكثير وبقضية انتجار هذا الوباء في مصر وفي العالم العربي وأحبت أن أتعبر عن مشاعرها عن طريق الشعر لكن أحست أو كتبت بالبداية الشعر العمودي لكن أحست أن هذا الشعر وهذه القوالب الخاصة بهذا الشعر لا يساعدها على التعبير عن ما تحس به تجاه هذا الموضوع لذلك اختارت الثورة على هذه القوانين الشعرية أو الفنية وكتبت قصيدتها الكوليرا اللي اعتبرتها المصادر في الغالب هي أول قصيدة من الشعر الحر أو شعر التفعيلة جزء منها طبعا تقول سكن الليل أصغي إلى وقع صد الأنات في عمق الظلمة تحت الصمت على الأموات الموت والموت والموت تشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموت نازك الملائكة طبعا بعد أن كتبت قبل أن ننتقل إلى الرواد الآخرين نازك الملائكة بعد أن كتبت هذه القصيدة تذكر المصادر أنها ذهبت إلى أخوتها مباشرة وقالت انظري كتبت هذه القصيدة بهذه الشكل فأختها ضحكت عليها وقالت لها يعني ما ممكن أن هذه القصيدة راح تحقق نجاح لأنها مكتوبة بطريقة غير متعارف عليها وطبعا والد نازك ووالدتها أيضا كانوا شعراءه وكانوا من ضمن الوسط الأدبي وبالصورة حاليا نشوف والدتها وياها والدتها أيضا قللوا من أهمية هذه القصيدة وذكروا أن هذه القصيدة ما راح تكون لها أي أثر وأنها شيء غير مستحب في وسط الشعرية وفي القالب الشعرية لكن هي ردت عليهم كما تذكر المصادر بالنص أن هذه القصيدة ستسبب أو ستعمل على انقلاب في موازين الشعر العربي وهذا بالفعل الذي حصل فيما بعد والآن المصادر تتراوح بنسبة ريادة الشعر الحر في العالم العربي والشعرين العراقية بدر شافر السياب ونازك الملائكة طبعا هم كتبوا بنفس الطريقة وكتبوا بنفس الطريقة لكن بعض المصادر ترجح كون سياب هو الرائد الأول وبعضها ترجح كون نازك الملائكة شكرا جزيلا من دكتورة كاثر بثير حلو